السلام عليكم ورحمة الله إزاي طلبت الصف الثاني لأهداد نحل مع بعض امتحن محافظة كنا أول سؤال هو سؤال الليسنين حاول نسمع كويس ونختار الإجابة الصحيحة نبدأ مع بعض سؤال الأول أي وظيفة والد آية؟ طبعا طعم متجوه ليه آية بتفضل في البيت كل يوم؟ طبعا لتعتني بأخواتها البنات والصبيون أين بتزهر أين في المساء؟ طبعا للمحلات المحلات أين تشعر بأي عندما تعود للمنزل؟ طبعا هي بتكون مرهقة لكن ممتنة للي هي بتعمله تشكر ربنا سؤال الثاني وسؤال الدالوج فاطمة بتسأل سارة عن رياضتها المفضلة طبعا فاطمة بتقول لي سارة هلو سارة أهلا يا سارة واتشي الفيوريت سبورت هي رياضتك المفضلة ننزل تحت فاطمة يتلاه وزير فيوريت فوتبلر من لعب الكرة المفضل كرة القدم المفضلة يبقى لعب السارة المفضلة هي رياضتها رياضتك المفضلة هي رياضتك المفضلة هي رياضتك المفضلة تحت قلت لها مصلاح بلايس فور ليفر بول مصلاح بيلعب لصالح فريق ليفر بول طبعا يبقى لعبها المفضل مين مصلاح يبقى ممكن تقول ماي فيوريت فوتبلر ماي فيوريت فوتبلر إز مصلاح اللي هو محمد إيه صلاح لا مصلاح بلايس فور ليفر بول مصلاح بيلعب لحساب فريق ليفر بول يبقى إيه الفريق اللي هو بيعمل لحسابه يبقى which team does he play for which team does he دس ه اللي هو محمد صلاح play for الفريق اللي هو بيلعب لحسابه which team does he play for أتلاقي بلايس فور ليفر بول and which is your favorite football team وإيه هو فريق المفضل هنا صارة طبعا هتقولها إيه liverpool لأنه بيلعب لحساب إيه liverpool يبقى liverpool yes they score mini goals أيه هما بيحرزوا أهداف كتيرة يبقى السؤال طبعا سؤال بها الإجابة هل هما بيحرزوا أهداف كثيرة هل يعني إيه هنا طبعا هنا عسأل بذول لأنه مدارع بسيط نسكور فعل في المصدر دو do they do they score many goals yes أممكن تقول do they score goals هل هما بيحرزوا أهداف هتولاقي هذول بيحرزوا أهداف كثيرة أوكي هذا كده الدائلوب بعد كده القطع 1925 في عام 1925 a British adventurer called Leonard Woolley was exploring a palace in the ancient papillion مستكشف أو مغامر بريطاني كان بيضع Leonard Woolley كان بيستكشف قاصر موجود في بابل القديمة which is located in Iraq today موجودة في دولة العراق اليوم when he discovered a strange collection of objects عندما اكتشف يعني مجموعة غريبة من الأشياء collection يعني مجموعة the objects all had labels on them كل الأشياء دي كان عليها labels on them يعني ملصقات ديم طبعا عيدة على إيه على الأشياء الأشياء and Woolley realized that this was probably the world's first ever museum طبعا أدرك Woolley إن ذا كان احتمال يعني إن ذا ايه أول متحف وكان موجود في العالم Woolley knew that rich people in the past used to collect special objects in their houses Woolley يعني أدرك كان يعني يعرف يعني إن الناس الأغنياء في الماضي كانوا بيجمعوا أشياء مختلفة في منازلهم especially يعني قيمة In Papillion في بابل the palace was the home of the princess In Galilee in the year 540 before Christ طبعا في البابل القسر كان موت اللي من البرنسيسة إن قليدي في عام 540 قبل الميلاد بعض الأشياء مع ذلك كانت حوالي ألف وخمسمائة عام أقدم من ذلك Woolley didn't know much about the princess in Galilee Woolley ما كانش يعرف كتير عن الأميرة in Galilee but he learned that people were interested in history in the past as much as they are interested in it today لكنه كان يعرف إن الناس كانت مهتمة بالتاريخ في الماضي بنفس القدر as much as يعني بنفس القدر اللي هما مهتمين به في الوقت الحالي Isn't that fantastic? هل هذا ليس رائعا? السؤال الأول What's the main idea of the passage? طبعا الفكرة الرئاسية في القطع هي A Leonard Woolley and exploring the palace of the princess in Galilee أو استكشاف حاجات من العصر القديم exploring precious things أو special objects from the past Leonard Woolley ولي and exploring ancient 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 pavilion بابل القديمة بابلون بعد كده What did he think the objects were from a museum? Why? ليه هو اعتقد إن الحاجات دي كانت من مطحف ليه كانت من مطحف طبعا الإجابة في السطر ده لإن الناس الناس في الماضي rich people الناس الأغنية and the best used to collect special objects in their houses كانوا بيه مهتمين بجمع الأشياء القيمة في منازلهم What does the underlying word them refer to? أولانيزم عيد على إيه طبعا عيد على الأوبجيكت ستليها لإيه الأشياء كان موجود ده ملتقات عالية وطبعا لهما لإيه الأشياء إليها الـ object collection of objects مجموعة من الأشياء القيم It refers to the objects in the collection اللي موجودة في الإيه في المجموعة بعد كدا بعض الأشياء اللي كانت موجودة في المضحف كانت إيه طبعا هنا بيقول إن هي كانت 1500 عام أقدم يبقى lot older than the place palace يعني أقدم من الإيه من القصر What do you think the underlying word collection means? كلمة collection معنى إيه طبعا مجموع طبعا حاجات بننشالها مع بعض things you keep together things you keep together What did Leonard really learn about people in the past? تعلم إيه عن الناس اللي موجودة في الماضي الراجل ده طبعا هما كانوا مهتمين بالتاريخ بنفس القدر اللي هما مهتمين باليو إيبعا زي we're interested in history My grandfather فتبول when he was young but he can't walk now جدي كان معتد على لعب كرة القدم عندما كان صغيرا لكنه لا يستطيع أن يمشي الآن يعني كان معتد على used to يعني معتد على بعضهم باقي بالفعل في المصدر ولازم يكون في دي used to play My clothes were clean and dry ملابسي كانت نظيفة ومجففة so I ate them all away علشان كده أنا بضعهم في مكانهم برتبهم put them all away which of these can you not usually put in a recycle bin حاجة من الحاجات دي ما يفعش نحطها في سلة القمامة طبعا هي الايه الوضع اللي هي الماء the boys are waiting for the football match to start الولاد منتظرين نحق ايه ببوران هي تبدأ بحماس منتظرين بحماس عايزين الحال تبقى excitedly بحماس أو بشغف الحال بيجي بعد الفعل بضفلوا الواي the mountain was very high and we all felt at the top because we thought we might fall الجبل كان عالي جدا وإحنا كلنا شعرنا بإيه في القمة لإن إحنا اعتقدنا إن إحنا كنا احتمل نوع طبعا فلت إيه شعرنا بالخوف فلت scared scared أو frightened لكن هنا ما فيش frightened أختار إيه scared we should use more إيه energy from the sun and wind ينبغي إن إحنا نستخدم طبعا طاقة نظيفة هي green energy من الشمس والريح green energy the new book الكتاب الجديد I bought is very interesting طبعا قلنا الكتاب الجديد اللي أنا اشتريته كان ممتع الكتاب هنا ضمير الواصل غير عاكل لأن الكتاب غير عاكل فهختار ضمير واصل اسمه ذات the new book that I bought of which I bought is a model of person من هو قدوة الشخص طبعا دا بيكون اسمه الفيجر رمز مثالي figure why mother makes good food أمي بتعد لنا طعام جيد شي زي fantastic طبعا هي طبخة مهرة cook cook يعني طبخ patients sleeping in hospitals المرضى بيناموا فيهم في المستشفيات in words يعني في العنبر أو الجناح بعد كده we studying math yesterday evening طبعا yesterday evening مضي مستمر على طول كنا بنذاكر رياضة مبارح مساء أمس طبعا هنا كنا مستمرين في المذاكرة وي تاخد where منصور go to school last week هنا طبعا عايز السؤال بقال هل منصور ذهب للمدرسة اللي سببه الماضي مع last week بقف المساعد اسمه did did منصور go this new phone is then my old one الهاتف دا بيكون اسوأ من تليفوني القديم طبعا اسوأ من bad من الصفات اللي اللي بتتغير لحاجتين فاشق better zain يعني هي مقطع واحد وضف لا اي ور لا غلط تحاول لكلمة ثانية اسمها worse than worse than أما الأسوأ من the worst thousands of fish الالاف من الاسميك الاف من الاسميك بيستادو طبعا دا ما بني المجهول بيستادو كل عام هنا ساوذن 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 اتبعي quote or quote دا كده كان امتح النهار دا وفي اي اسئله ممكن تكتباه في القمص good bye اشتركوا في القناة